دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقولنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم 9 سنوات فيه ما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم خمسة وجيت تطبق وراها هتعمل إيرر لأنك ما شفتش زبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله هنسأل نفسنا سؤال مهم جدا وإحنا شغلين مع الأنيمات لو شغلنا كده هو أنا مجبر على السرعة دي يعني نفترض دلوقتي أني أنا عاوز أبطأ هذه الحركة هي هي نفس الفريمز نفس الصورة نفس العرض نفس الطول كل حاجة أنا مش هغير أي حاجة أنا بس عاوز أتحكم في أني أخلي السرعة دي أبطأ هل هقدر أعمل كده بفضل الله أيوة تقدر بس عايزك تركز معايا قوي لأنك لو ما ركزتش ممكن فيه حتة كده ما تفهمهاش عايزك تركز لو ركزت هتفهم لا سعيد بقلي بفضل لا لو ركزت هتفهم بص في حاجة كده معانا خلينا يعني ندخل هنا كده في الأنيمات مش في الستيت ها هقول له اطبع لي حاجة اسمها إن ستيب اطبع لي الإن ستيب سيف شغل كده طبعه لك بكم بواحد يبقى كده الإن ستيب هو الواحده بإيه بواحد ماشي طيب حلو قوي عايزين احنا بقى نستغل الإن ستيب ده شيله من هنا وتعالى بقى جوه مين جوه الستيت طبعا طبيعي لو طبعناه جوه الستيت هتبقى لك واحد 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 صح ماشي هنا بقى واحدة واحدة مع بعض كده أنا هستخدم الإن ستيب ده علشان أبطأ الحركة هي كده كده الحركة سريعة كده كده الحركة سريعة أنا عايزة استخدمه عشان أبطأ الحركة كده احنا فهمنا إن هو بواحد لو أنا جيت هنا وشارط قلت إيه قلت بص خد بالك أنا شغال على أول صورة شغال على أول أنيميت وسايب ده متعمد سايب ده متعمد سايب ده متعمد خلاص سيب ده زي ما هو مش هاجي نحيطه خلينا نيجي هنا وهقول له إف ما تشتغلش غير لو الإن ستيب ده بسفر وهحط القوك تحت هنا وعشان التنصيق دول جواه جوا الإف دي سيف بص كده مفيش حاجة هتشتغل مفيش حركة الحركة وقفت عن الصورة الأولينية وقفت تماما عارفين ليه وقفت وقفت لأن الإن ستيب أنا وراته لك بكام بواحد حلوة يبقى لو أنا جيت وصلت الإن ستيب ده لصفر بطريقة ما بطريقة ما هيبدأ يشتغل معايا يعني لو أنا جيت هنا قبل الإف جوا الأوسلف وقلت له الإن ستيب ماينس ماينس أقصه بواحد سيف بص ركز كده معايا لو جيت شغلت دلوقتي لو أنت يعني فاهم البرمجة هتعرف إيه اللي هيحصل قبل ما نشغل ركز كده وحلل ركز وحلل دلوقتي إحنا عندنا الإن ستيب بكام بواحد طيب دخل هو خلاه ماينس ماينس هيبقى بصفر فهيشتغل لكن لما هيجي يشتغل تاني هينقص هينزل من الصفر لسالب واحد فهيدخل هنا هيلاقي اللي من إن ستيب مش بصفر فهيعمل إيه؟ هيوقف يعني هيشغلك فريم واحد ويقف بص شغل كده اه بص شغلت فريم واحد ووقفت حلوة هنا بقى السؤال لو أنا جيت هنا جوه الإف وخلاص دلوقتي أنا بقولك لو الإن ستيب بتاعك بصفر زود الفريم اشتغل يعني تحرك ماشي؟ طب هنا بقى الإف ده هقولك إيه؟ هقولك هنا إيه؟ هقولك لو الإن ستيب ده أنا غيرته هنا إن ستيب ده جيت أنا بتقوله خلي الإن ستيب بواحد عارفين كده إيه اللي هيحصل؟ هقولك أنا إيه اللي هيحصل هو داخل الإن ستيب بواحد هيخليه بصفر هيشتغل ويخليه بواحد ويزود بعد كده يرجع يخليه بصفر هيشتغل ويخليه بواحد ويرجع هنقصه يخليه بصفر وهكذا يقعد يشتغل فهيشتغل بشكل طبيعي جدا بص شغل كده بص قولي بعد الوقت بص بعد إما أنا ما دخلت الإن ستيب في البرمجة ركز معايا أنا دلوقتي 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 أنا دخلت الإن ستيب فين؟ دخلتها في البرمجة عايز أسألك سؤال بعد إما دخلت الإن ستيب في البرمجة بتاعتنا رد علي حاسس بفرق بيه من اللي اتنين ما تبصه هو قدامك اللي اتنين شغلين قدامك وعشان كده ستة تانية متعمد اللي ما فيهاش إن ستيب خالص اللي اتنين زي بعض بالزبط وهو ده اللي انا عاوزه انه هو يوصلك ان انا لما دخلت الكود بتاع الانستيب في البرمجة بتاعتنا هو هو بالزبط يعني اكني انا مش حطه يعني هو هو ده زي ده لكن انت بوضعك للانستيب دلوقتي بقى معاك تعقم في بداية تشغيلها واسناء حركتها ايه رأيك بقى هقول لك ليه لان خلاص الانستيب اللي جوه الاف ده كل انت ما هتزودك كل ما هتبطق الحركة ايه رأيك بقى انت خدت بقى يعني انا لو خليت مسلا انستيب ده بصفر شغلت بص وقفت لان وصلت للسالب خلاص عايز تتأكد بصلي هنا انستيب سيف شغل بص سالب 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 خلاص فالب دع تنقص خلاص فلتت منك يعني فهم اللي انا قصده لكن انت لازم هنا تخلي بايه بقيمة اعلى من الصفر عشان ما تفلتش سيف هيوعب بقى صفر واحد صفر واحد صفر واحد خدت بالك من القصة مش هتلحق تشوف الصفر لان احنا بنطبع عايز تشوفه خد دي كده كابي وحطها بعد ما تنقصه اهو شوف صفر واحد صفر واحد مش هتلحق تشوفه مش هتلحق تشوفه اخد بالك ازاي عايزك تركز بقى معي شيل بقى الطبع دي وشيل الطبع دي ده عشان نفهم بهم بس مش هكتر هنا بقى هيحصل ايه لو انا خليت ده باتنين اه اللي هيحصل اللي هيحصل لو انا خليته هنا باتنين هيبدأ هو بواحد هيخليه بصفر اول مرة هيشتغل بسرعة بعد كده لما هيخليه باتنين هيجي في تاني مرة هيلاقيه باتنين فهينقصه الواحد ومش هيشتغل يجي بقى تالت مرة ينقصه يخليه بسفر ويشتغل فهتبقى ويرجعه لاتنين تاني فيبقى الحركة هنا انت تتحكمت في تبطئها خلتها ابطأ من العادي اللي هو سريع قوي سيف بصة لو شغلت بص ركز لازم تكون واضح الفرق بالنسبة لك دي سريع جدا ودي ابطأ منها بحاجة بسيطة ها ركزت شايف شايف المنظر ابطأ بشيء قليل جدا ابطأ بشيء قليل جدا لو انا دلوقت خليت دي على تلاتة هيبقى ابطأ اكتر شغل شايف شايف البطء اتبطأت شوية كمان هي برحتي بقى خليتها على خمسة هتبقى بطيئة جدا اهو بص 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 يعني لكن التانية واخد بالك ازاي انا بعمل الصدة ببقي اهو شايف المنظر يبقى انا كده بتحكم مش بس كده اخد بالك من حاجة بص بص خلي دي على تلاتة مصر شغل هي بطيئة عايز اقول لك ان انت لو زبطت الان ستيب في البداية هنا قبل اهو ان ستيب لو زبطت على قيمة انت كده بتتحكم قبل ما تشتغل يعني انا لو زبطت هنا على تلاتة طبيعي اهو قبل ما يبدأ يبدأ بتلاتة فيبقى نفس الدورة بتاعته من البداية من البداية كده بدأ ببطء لو خلته بايه بعشرة هتلاقيه اتأخر شويتين قبل ما يشتغل خد بالك قبل ما يشتغل انا بتكلم على اول مرة بس بتكلم على اول مرة فقط يعني اول ما شغل بس هو ده ها بص تاني خلي بي عشرين بص اول ما هيشتغل هيغيب شوية في الاول لا اركز في البداية دي البداية دي عشان تلقطها تجيب البداية بس بص اول ما هيشغل ايوه اتأخر شوية ورجع ايه ورجع يشتغل فلازم تعرف انت حاجة زي كده ان ده اللي انا زبطته في الاول ده علشان ااخرها في البداية فقط لكن بعد كده هي عمالة ايه عمالة بتتكرر بص المنظر اهو شايف اهو شايف المنظر عامل ازاي ده في البداية فقط لكن بعد كده بتشتغل بشكل ايه بتشتغل بشكل عادي جدا خدت بالك من القصة تمام شايف المنظر تمام شايف بقى القصة دي انا دلوقتي لو خدت دي copy ايه وجيت حطيتها هنا paste وخليت دي بمية وخمسين هتشتغل اللي اتنين دول زي بعض اللي هي دي ودي هيشتغلوا زي بعض لكن دي ايه شغالة مع نفسها وبادي نقبالكم من القصة اجي بقى هنا اقول لك ايه دلوقتي انا عاوز عاوز اعمل ايه الاخيرة دي عاوز لما الفريمات تبدأ من 1 2 3 لغاية 13 لو تخلص تمام عايز لما تخلص عايز الشغلة دي تروح هتيجي تقول لي ايه تجي تقول لي خلاص شيل السطر ده هقولك لا كده مش هتروح شيل السطر هسمع كلامك وهدوس بس مش هتروح هتوقف عند اخر مرحلة تمام هي بتزيد خد بالك هي انت بيتهالك انها راحت صدقني مراحتش صدقني مراحتش اوكي عايزك تركز معايا جدا تمام عايزك تركز معايا جدا صدقني مراحتش هقولك على حاجة عايز تتأكد انها مراحتش تعال اعمل لي اف هنا في تزويد الفريم هو انا بزود الفريم بشكل عشوائي المفروض لا المفروض لا المفروض ان هنا انا بقولك يعني هتزود امتا هتزود لو اقل من التلاتاشر صح يعني اف لو الفريم بتاعك اقل من التلاتاشر هتزود غير كده مش هتزود صح قولي ايه رأيكم مش هو ده المزبوط صح مش همفروض انا كان اعمل كده اصلا بس احنا ايه شغالين واحدة واحدة عشان نفهم القصة بص كده بقى هتبان قوي ده شفت اهي واقفة على اخر فريم لما زودت معك من شوية التشغيلة اللي قبل دي لما زودت معك عدت التلاتاشر فانت اصبحت متوهم انها اختفت لا هي مختفتش انا عايزة بقى بعد ما توصل لده تختفي خلاص مش عايز منها حاجة يعني حصل فرقعة كده وخلاص راحت لحلة تمام نعملها ازاي هقول لك بص لو اقل من التلاتاشر هتزود else احزفها else حاجة هنا في ال else دي هعمل ايه هحزف البتاع دي خالص هحزفها خالص ماشي هنادي على ال ايه انا عايزة احزفها هندعى ال o game اللي هو شايلها ال o game هقول له dot remove dot ايه remove remove لي ايه بقى ادي القسين بتاع remove هنا لو اديت remove index بتاع الانيميت اللي انا فيه هيحزفه هجيبه منين من ال o self dot index save كده انا ايه قلت له يحزف نفسه تمام بعد ما يخلص يعني لو هو اقلم التلاتاشر يقعد يزود 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 لغاية لما يخلص يروح حاسفه save شغل كده اهو انتهى ده اشتغل وانتهى دول شغالين لان انا ما قلت لهم شي يتحزفه وبجدد الفريم بتاعهم بجدد الفريم بتاعهم ركز تاني تشغيل اهي بص بص اه اشتغل وايه واختفى بعد كده ويا رب تكون استفادتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته